طبعاً إحنا كمهندسين في الكورس بتاعنا هنبدأ ندرس المواصفات بتاعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس يعني أنا المفروض كمهندس دلوقتي عندي مثلاً فندق أو عندي مبنى أو بركب محطة خاصة بشحن السيارات الكهربية في أي مبنى كبير لازم أبقى أرجع للستاندردز والكود اللي بتتكلم عن السيارات الكهربية فالمهندسين أو الفنيين أو الديزاينرز للناس اللي هتنفذ اللي موجودة هنا في السعودية لازم ترجع للهيئة السعودية للمواصفات والمقييس اللي هي أساسه في عندهم حاجة بيسموها اللائحة الفنية للمركبات الكهربية ده ملف مهم جداً إن شاء الله نحن هنبدأ نشتغل عليه بالتفصيل وهنبدأ نشوف إيه هي اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقييس حيث لو حد فيه مثلا عايز ياخد وكالة لشاحن عايز هو كاستشاري أو مقاول عايز يشيك على إن الشاحن ده فعلا ينفع يدخل السعودية أو موجود في السعودية بورق مصبوط ولا لا لازم يكون معاه شهادة من الهيئة السعودية المواصفات والمقييس فالهيئة السعودية المواصفات والمقييس عاملة ملف كبير كده وهو أبديت كل شوية كمام للمواصفات الخاصة بالمركبات الكهربية في صفة عامة شكرا